اشتركوا في القناة توجي شكر خاص لرفيق النائب البرلماني محمد عواد على ما يقوم به من مواكبة وحرص شخصي لإنجاح جميع هذه الأشدار المبادرات إبراهيم أكسب منسق الإقليمي للجمعيات الديمقراطية للمنتخبين التقدمين عضو جماعة سلاة ومقاطعة الصين نحن اليوم في المحطة الثانية من سلسلة لقاءة التواصلية التي تنظمها الجمعيات الديمقراطية للمنتخبين المحليين وتنسيقية سلاة بتنسيق مع الفرع المحلي للحزب بطبريكت بطبعة الحال هذه المحطة الثانية كانت فرصة لاستماع إلى المشاكل المواطنين وهمومهم على مستوى مقاطعة تابريكت التي يبارا أن كل مقاطعة لها خصوصياتها ولها مشاكلها الخاصة بطبعة الحال المتخبين على مستوى المقاطعة دونوا هذه المشاكل والهموم كذلك نحن على مستوى جماعة سلاة وبالتالي هناك مشاكل سيتم الترفع عليها على مستوى المحلي عن طريق الرفاق في مجلس مقاطعة تابريكت ونحن أيضا المستوى فريق المعارضة بجماعة سلاة إضافة إلى مشاكل التي تخص الوزارات والقطاعات المركزية لغاية الترفع عليها الرفاق نادية أهمي والرفيق محمد أواد على مستوى البرلمان ومع القطاعات الوزارية المعنية وطبعة الحالة هو الدقاء كله خصوصا لهذا الغرض والاستماع لمشاكل الساكنة قصد الترفع عنها والبحث عن الحلول الممكنة لها في إطار الإمكانية دينا المتاحة على مستوى المعارضة نحن نحن نحيز بنشغل في إطار المعارضة لكن كوننا في المعارضة هذا يعني أننا المسؤولية دينا بخصوصا ندروها كمنتخبين في المعارضة وإن شاء الله المشاكل المطروحة فيها ما هو قابل للحل وفيه ما هو يحتاج إلى جهود خاصة على مستوى الترفع على المجالس المنتخبات المحليين عن طريق مجلس مقاطعة تابريك وعلى مستوى الجمع السلام عليكم معكم أسمى أبو الصورة منتخبة في حزب التقدم والشراكية جينا هنا لقاء للمنتخبين باش نوصلوا صوت ديال الساكنة التابريك ونشوفوا الملفات ديالهم ودراسة طلبات ديالهم وبدل الجهد باش نقدروحنا نحلل لهم جميع المشاكل من خلال المعارضة وكذلك احنا كان نستمر بالعمل لخدمة المواطنين وكانوا صوتهم كمنتخبين لأنهم مضعو فينا الثقة وكان تواصل فعلي الحمد لله استلمنا كثير ديال الطلبات اللي من بينها الأزمة ديال أزمة المرض الصحة والتعليم دونك كان نشتادي المشاكل اللي اتطرقنا لها ونحاولوا بمجهودات الجميع باش نوجدوا الحلول لهذه المشاكل ونستمروا في الاستماع لهم والمساعدة ديالهم وان شاء الله بالتوفيق محمد العلوم مستشار بجماعة السلام وقاطعات المريصة اليوم هدا لقاء تواصلي اللي من خلاله كان نطلقاو بمجموعة ديال الساكنة واعتمدنا على اننا نطلقاو في مجموعة المقاطعات الخبز اليوم هده المقاطعات التانية الهدف من هده الاجتماع هو التواصل ودفاع على المصالح ديال الساكنة باش ندفع المصالح للساكنة طبيعة الحال خصنا نعرفه اشنا هم المشاكل اللي كيعانيوا منها في الاحياء ونوصلوا لهم هده نحاولوا نلقاو حلول هده المشاكل هده في اطار المجلس وطبيعة الحال كاي المشاكل اللي كيعانيوا مننا الساكنة اللي عندها قطعات خارج اختصاصات المجالس اللي كما شتوا تكلمنا معهم عليها ولكن كاي مسائل اللي عندها اختصاصات ديال المجلس هده ان شاء الله قادي نحاولوا نترافعوا لها ونطلبوا من المجلس مننا اغلبية المسيرة باش التعاون مع الساكنة وللقاو حلول هده المشاكل هده وراكينا امكانيات كتيرا اننا للقاو حلول 41-43-40% ديال المشاكل اللي اختارت اليوم شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك